بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الله بقسم الأحياء وليت العلوم جامعة المالك خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة في الحبليات بنتكلم في الرهليات الأمنيوتة تشمل مجموعة طواف اللي هي الزواحف والطيور والثديات الطواف الثلاثة الجنين لو قلنا الجنين بتاع الرهليات عموما يحتوي على غشاء جنيني اسمه الرهل واللي عندها الرهل أمنيوت نسميها رهليات أمنيوت الأمنيوتة والغشاء مملوء بالسائل ويحيط ب الجنين وعنسيقة الجنين وتحميه طبعا من التهتك والصدمات ونجفاف بعدها نطول الغشاء السلي لكورين الذي يحمي الجنين أيضا من الخارج والسجق أو السجق أو الألان تويس الذي يقوم بعملية التنفس فيه عملية الإخراج بعد كده فيه الكيس اللي هو الرقم أو الغشاء رقم أربعة اللي هو الكيس المح اللي بيحتوي على غشاء الغشاء الجنين اللي بيحميه أو بيوفره المواد الغزائية أثناء عملية التطور والنمو تبقى أنا عندي غشاء الرهل الرقم واحد والكورين رقم اثنين الألان تويس رقم ثلاثة وكيس المحركة مربعة والأربعة أشياء الجنينية بيه الجنين يحتوي الجسم على منطقة بسبب منطقة العنق طبعا بقى فيه عنق والعنق طبعا لو أنت عارب بتساعد فيه الحركة الحرة للرأس يميناً ويساراً بدون التأثير عن عملية المشي أو الحركة ينقسم التجويف الفمي جزئياً أو تماماً عن طريق عزمة الحنق طبعاً إلى ممر هوائي علوي وممر غزائي صفلي يعني أنا بقول إن أنا هنا فتحت الأنف وهنا بداية البلعوم ثم هيبقى فيه نوع عظمة أو عظمة وجزء اللحم عضلي وهنا الممر ده الغزائي يعني ممكن تأكل من هنا وهنا ممكن تتنفس من هنا تتنفس وتتغذى في أن واحد ليه لأن فيه حاجز من زي ضف ضاعا مثلاً ضف ضاعا ما عندهش اللي هو الحاجز اللي هو السقف الحلق السنوى وعظمة الحنق دي وبالتالي يتتنفس يتتغذى لكن مثلاً على أي كائن ثاني من الرهليات هتلاقي فيه عنده سقفة الحنق أو عظمة الحنق دي بسموه secondary pallet أو سقف الحل السنوي اللي هو يديك air bath ويديك food bath ممر هوائي وممر غزائي وطلع بعد كده أول فقرتين عنقيتين الفقرة الأولى بسموها الفاقة الأطلس والفقرة الثانية المحورية بسموها Axis ودول فقرات عنقية أول فقرة وسانية فقرة كل جسم في الفقرة في منتصافها يبقى فيه مركز جسم الفقرة يقولك ما فيش هنا مركز لجسم الفاقة مش موجود منه مركز جسم الفقرة فيه الفقرة رقم 2 يلتحم في الفقرة المحورية وهو كون زائدة بسموها الزائدة السنية أو Odontoid process نشوفها الوقت في الرسمة في السلائد بعد كده نقول إنه فيه كل الرهليات الموجودة فيها 12 زوج من الأعصاب المخية نقطة مع Cranial nervous العصاب المخية في اللا فقريات اللي هو الأسماك والبرميات عارفهم 10 أزواك لكن في الرهليات عارفهم 12 زوج من الأعصاب المخية بدل من 10 أزواك الزوج اللي هو الزواحة في الأسماك والبرميات 10 11 و 12 يقولك ليه لأن فيه عصب اللي هو العصب الشوكي الإضافي سموه Spinal Accessory Nerve ما كانش موجود قبل كده وفيه العصب التحت اللساني اللي هو بجلوسل نيرب برضه ما كانش موجود فيه إلا رحليات ده شكل بس بوضح لك الفقرة الأولى اللي هي الفاقة الفرستي برتبرا الأطلس وهي ده السكند برتبرا اللي هو الأكسيز زي ما انت شاف كده ما فيش مركز جسم فقرة هنا لكن فيه جزء صغير كده خالص بس ترانسفيرس الليجامنت بيربط الجزء ده مع جزء ده ده اسمه الكوندايلر فاست اللي هو التجوف القزالي اللي هيبدأ يتمفصل مع الأكسيبتال كوندايلز الموجودة في الاسكل اللي هي اللي اللي هي اللي اللي هي اللي قزاليتان الموجودتان في نهاية الجمجومة آآ برضه يبقى هنا قوس العصبي وده شوكة العصبية ده نفس الجزء ده اللي هو المحور هتلاقي برضه القوس العصب والشوكة العصبية هنا هتلاقي الجزء اللي هو المركز جسم الفقرة الموجود ده هتلاقي جزء أمامي كده ملتحم مع الفقرة الأمامية نحن الأمامية لبقى كان مفروض يكون مركز جسم الفقرة ملتحم مع جزء مع الفقرة الثانية وكون حاجة اسمها الودنتويد بروسس أو زايدة السني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته